مكوّن القراءة النص الوظيفي والسفينة الصحراء الحصة الثانية الأهداف قراءة النص قراءة معبرة وبطلاقة استخراج معلومات صريحة من النص وضهية الانطلاق ما عنوان النص؟ عنوان النص هو سفينة الصحراء أهبر عن الصورة المرفقة للمص بجملة مفيدة ألاحظ في الصورة أطفال يتفرجون على سباق الجمال في مهرجان الهجون الكلمات البصرية سأقوم بالقراءة أولاً أمسة جيداً لم بأن حتى مع على التي بها من مختلف ثم هي ابني في الآن قم بقراءة الكلمات البصرية لمفردك نص القراءة المشتركة الجمل صبور هذا جمل صبور لا يتعب لا يعتش لا يجور ماءه في بطنه وطعامه في سلامه في الصحراء مسكنه وتحت حر الشمس مجلسه وفي الواحات مورده فلنرددنا الصمعاً الجمل صبور هذا جمل صبور لا يتعب لا يعتش لا يجور ماءه في بطنه وطعامه في سلامه في الصحراء مسكنه وتحت حر الشمس مجلسه وفي الواحات مورده الآن قم بقراءة النص بشكل فردي جيد وحسنت سأقوم الآن بقراءة النص عن ستماعي جيد سفينة الصحراء لم أكن أعرف بأن الجمل حيوان قوي وسريع في استباقي حتى نزلت مع أفراد أسرتي ضيوفاً على عمة السالكة التي تسكن مدينة طانطانا صادفت زيارتنا للمدينة إقامة مهرجان البجن لسباق الجمال التي جاء بها أصحابها من مختلف جهات صحرائنا استفت الجمال على خط واحد ثم انطلقت تمد أعناقها الطويلة وهي تسابق الريحة قال ابن عمتي سالم الجمل سفينة الصحراء متميز بسرعته في الركض وصبره على العطش وقوته على التحمل الآن بعد سماعكم للنص سأطرح عليكم بعض الأسئلة التي عليكم الإجابة عنها السؤال الأول عند من ذهب الكاتب؟ ذهب الكاتب عند عمته السالكة والسؤال الثاني أين تسكن عمته؟ الجواب الصحيح هو تسكن عمته في مدينة طانطانة ننتقل إلى السؤال الثالث ما المهرجان الذي حضره؟ حضر الكاتب مهرجان الهجني لسباق الجمال بما يتميز الجمل؟ يتميز الجمل بسرعته في الركض وصبره على العطش وقوته على التحمل فلنقرأ النص ثويتا سفينة الصحراء لم أكن أعرف بأن الجمل حيوان قوي وسريع في استباعي حتى نزلت مع أفراد أسرتي ديوفا على عمتي السالكة التي تسكن مدينة طانطانة صادفت زيارتنا من مدينة إقامة مهرجان الهجني لسباق الجمال التي جاء بها أصحابها من مختلف جهات صحرائنا استفت الجمال على خط واحد ثم انطلقت تمد أعناقها الطويلة وهي تسابق الريحة قال ابن عمتي سالم الجمل سفينة الصحراء متميز بسرعته في الركض وصبره على العطش وقوته على التحمل الآن اقرأ النس قراءة أرضية أنشطة الفرن استخرج من النص أضداد الكلمات التالية إذا لدينا الكلمة علينا أن نستخرج من النص ضدها الكلمة الأولى هي ضعيف ما هو ضدها في النص؟ ضد كلمة ضعيف هو قويا الكلمة الثانية بطئه ضدها هو سرعته الكلمة الثالثة القصيرة ضدها هو الطويلة أصل بين الكلمة وما يناسبها فيما يأتي لدينا كلمة نزلت علينا أن نصلها بمعناها المناسب نزلت هل هي وصلت ذهبت أم حللت إذا نزلت هي حللت استراتيجية تحديد معاني الكلمات استراتيجية شبكة الكلمات المرتبطة بمجال الكلمة المراد تعمق فهمهم إذا لدينا صفات الجمل أو مجال صفات الجمل علينا أن نستخرج من النص صفات الجمل إذن يتصف الجمل بالتحمل والقوة والصبر على الجوع والعطش والسرعة أيضا استراتيجية الكلمة المراد فهمها انتلقت سنحدد نوعها وضدها ومرادفها ثم سنركبها في جملة إذن نوع كلمة انتلقت هو يعلم ما هو ضدها ضدها هو توقفت ما هو مرادفها تحركت وبدأت الآن علينا تركيبها في جملة مفيدة بفعل انتلقت المباراة بين الفريقين تحت تسفيق الجمهوري استراتيجية اشتقاق عائلة الكلمة لتدقيق معناها إذن لدينا كلمة استفت علينا أن نشتق منها كلمات أخرى لكي ندقيق معناها من بين هذه الكلمات لدينا استفاف مصطف وصف تقويم ودعم هل سبق لك أن زرت مهرجانا للجمال نعم أم لا إذا كان الجواب بنعم استف لنا ذلك ترجمة نانسي قنقر